خلويا أنتقل بيكم على موضوع آخر النهاردة دكتور محمد أيمن عشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي خد قرار إيه القرار؟ مد فترة التقديم للتنسيق الإلكتروني للجامعات الحكومية والمعاهد يوم إضافي علشان المرحلة الأولى هتنتهي الساعة 7 مساء بكرة الثلاث ستاشر أغسطس بقولك التاريخ عشان لو بتشوف يوتيوب ولا حاجة ما تبتكرش أنه بكرة الأربعة سبع مساء الثلاث ستاشر أغسطس بالتأكيد القرار علشان مستقبل الطلبة اللي ملحقوش يعملوا عملية التنسيق الإلكتروني ويسجلوا لحد دلوقتي من ناحية تانية الأستاذ السيد عطى رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمشرف العام على مكتب التنسيق قال إن عدد الطلاب اللي تقدموا لتنسيق المرحلة الأولى للقبول في الجامعات 107 ألف طالب وطالبة على موقع التنسيق الإلكتروني في انتظار الرقم النهائي بقى سبع مساء الثلاث ستاشر أغسطس أنا ليه منتظر الرقم هقول لكم لما يعلن بكرة وساعتها نبقى لينا كلام في الحتة دي بقى عشان يبقى لنا كلام كتير قد يحبه البعض وقد لا يحبه البعض